ينضم إلينا من عمان الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات رائد سمور صبحك الله بالخير وأهلا وسهلا فيك معانا اليوم نبدأ من وين أو من وين؟ إلم ماسك جاء في ليلة وضحاها وقلب كيان هذا التطبيق اللي يمكن إحنا متعودين عليه من سنين وفي له مستخدمين يفضلونه على منصات ثانية أخرى ولو مميزات تويتر يبقى متفرد في حين ظهور كثير من المنصات اللي تتعلق بالصور والفيديوز يبقى تويتر متفرد وهذه واحدة من مزايا لكن الآن بدأت المزايا حتى هذه المزايا تختلف يمكن خلينا نبدأ من حساب إيلون ماسك الشخصي والاستبيانات اللي قاعد يعملها وأيضا ردوده العنيفة على المنتقدين يعني داخل بقوة صباح الخير إليك ستمهة ولجمهور ومشاهدين سكاي نيوز يا أهلا وسهلا يعني إيلون ماسك عمل بابل حط فيها كل متناقضات الدنيا وقال للتطبيق غرد فعمليا أنا أقول أنه العصفور اللي قال عنه حر العصفور صار عصفور هجين يعني مش عارف هو يمشي مشي الحمامة ولا مشي مشي تغلو راب فعمليا هون هو وضع الناس في ألو أيوة معاك معاك مسموع الصوت مسموع الصوت آه تمام وضع الناس في حال من الحيرة وفي حال من الترقب شكل هذا التطبيق وين بده يكون شو بده يصير أنا أعتقد أنه إيلون ماسك يتحول بالمنصة من منصة نص والتعبير من خلال نصوص إلى منافس إلى تيك توك وسوف يحول المحتوى إلى محتوى مرئي أكثر منه محتوى مكتوب نصي فعمليا نعم عملية التحويل هاي دائما كل إدارة جديدة كل عملية التحويل بتصير في منصة تقنية أنا أعتقد تحدث بعض الإرباك وبعض الدربكة الخاصة بالمستخدمين نعم يعني هو جاء بمجموعة من المتناقضات الغريبة العجيبة إذا تحول لفعلا يعني مرئي لتطبيق مرئي يعني فقد الهوية يعني واحدة من أساسيات الاختلاف حتى في التطبيقات هي لأنه لكل واحد منهم هوية أصبحوا يقلدون بعض ويتشابهم في الفترة الأخيرة كثير لكن تفرد تويتر هو أنه تطبيق مكتوب أكثر بعيد عن ما يشابهه وللأسف أيضا بما أنه باسم حرية التعبير كان يعني لينادي فيها إيلون مازك والتغيير والطائر الحر وما إلى ذلك أصبح ممبر لخطاب الكراهية أو يتوقع أنه يصبح ممبر لخطاب الكراهية ما الذي يمكن عمله بهذا الخصوص من وجهة نظرك أنا أعتقد أنه هذه الموجة من خطاب الكراهية بالذات بهذا الوقت مقصودة يعني في مقصودة من باب أنه أنا أحدث تغيير سريع على المنصة وهذا الخطاب الآن موجود وبدليل تعليقه أنه هذه هي الحرية وهذه حرية الناس على الرغم أنه أول هو حامل المغسلة قال أنه بدنا أن نخفف من خطاب الكراهية الموجود ونحن جينا من أجل تحرير المحتوى وبذات الوقت يعني قتل الخطاب الكراهية الموجود على منصات التواصل الاجتماعي أنا أعتقد أنه في الجهتين تحرير المحتوى بشكل كامل يتطلب وجود خطاب كراهية لكن عمليا هو بالتوازن البلانسي اللي في بينهم أنا لا أجد أي نوع من البلانس يعني ما دام في حرية والحرية مطلقة بالنسبة لهم لأنه خطاب الكراهية لا يجرم داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي هو يتبع للقوانين الأمريكية ولا يتبع للقوانين إنسانية أخرى أو قضائية أخرى بالتالي هو يتعامل مع المستخدم ضمن القانون الأمريكي وخطاب الكراهية في القانون الأمريكي أنا أعتقد بالتعديل الثاني في الدستور هو لا يجرم على الإطلاق ما لم يوقع حدث على أرض الواقع يكون فيه إصابات للناس فعمليا هذه ثقافتهم وهذا مرجعيتهم القانونية وبالتالي يقوموا من خلال تحرير المحتوى بهذه الطريقة لا يوجد أي نوع من الضوابط بس ضابط واحد فقط إذا أنت مسيت هذا الضابط بالتالي من الممكن أن تعدم رقميا اللي هو؟ اللي هو المسب السامية ومعادات السامية وهذه المسائل هذه محرمة على الإطلاق فعمليا إذا مسيت هذه المسألة أنت معدم رقميا ما دون ذلك لك مطلق الحرية فيما تتحدث أيوة نعم طيب سيد رائد يعني كثير من الناس معاجبهم هذا اللي صاير وهو فعلا يعني قد يكون باسم الحرية مثل ما يقول إيلون ماسك لكن هو يتعدى هذا الموضوع بكثير وكلنا عارفين أنه ممكن يكون فعلا يعني تويتر مكان لخطاب الكراهية للتنمر لأمور كثير من الأمور التي نحن نحاربها ونوعي فيها من سنوات لكن في ناس ما عجبهم الكلام وفي ناس قرروا يغادروا المنصة مع أنهم مستخدمين نشطين وفي ناس أيضا بتفكر في الموضوع وخصوصا بعد فرض رسوم على بعض الميزات بالذات بالذات ميزة اللي هي العلامة الزرقاء للناس موجودة عندهم من سنين ويمكنوا حاسين أنه هي حق من حقوقهم ومصبحته سوف يسحب أو يسلب منهم إلا إذا دفعت في المقابل يعني أول خطاب من خطاباته أنه جاء من أجل الإنسانية ولم يأتي من أجل الربح المادي أبدا مواضح أصلا في نفس الوقت مواضح ما يبغى ربح مانا مية بالمئة لكن أيضا فيه خطاب موازي أنه أنا بدي أرفع الأرباح من 4.6 مليار إلى 26 مليار بمعنى هو سوف يستعيد ما دفعوا ثمن المنصة خلال سنتين يعني استثماره كان لـ 24 شهر من المستخدمين بالتالي الآن لما بدون يدفع كل مستخدم 240 دولار سنوي من أجل العلامة الزرقاء ومن أجل التوثيق هو يبرر ذلك بطريقة أخرى هو يقول من أجل إنهاء الروبوتات والحسابات المزيفة لابد من عملية توثيق الحسابات وإذا أردت أن توثق الحساب اللي عندك لابد من أنك أنت تدفع 240 دولار سنويا فهذه اللي أنا حكيت عنها ببداية الحديث أنه عمليا البابل اللي وضع الناس فيها وقال لطائر غرد بطريقة هجينة فهي مشكلته لإيلون ماسك إيلون ماسك ما بنقدر نمسك إليه طرف ما في إليه طرف ينمسك زئبقي في مواقفه زئبقي في تطلعاته إلى الأمام ما بتقدر توصل يعني إنسان يتدخل في السياسة بين الصين وتايوان يتدخل بالسياسة ما بين روسيا وأوكرانيا يتدخل إليه قمر صناعي فوق أوكرانيا يزود أوكرانيا بالإنترنت المشفر إليه علاقات دافئة مع بوتين منتهى التناقضات في الدنيا وبالتالي جاء الآن بموضوع تويتر وكل تناقضاته بتويتر الآن عم تظهر على المستخدمين لا أبشرك كمان منزل عطر جديد اسمه الشعر المحروق ويقول فيني أنا من زمان على عالم العطورات يعني من جد في كل مكان بتلاقي أهم شيء يكون زئبقي كمان في حساباته البنكية هذا أهم شيء عنده شكرا جزيلا لك لكن أهم شيء أهم شيء أنه إدمان تويتر لا شفاءة منه هنا المشكلة يعني بنحاول نشوف لنا طريقة إذا فيها الموضوع دفع وبأرقام كبيرة كمان شكرا جزيلا لك سيد رائد سمور الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات صراحة لا يملل حديث معك وبقية نهار سعيد يا رب